موسيقى حيا الله المتابعين من جديد كشفت تويوتا رسميا عن الجيل الخامس من تويوتا بيريوس في اليابان واللي حصلت على تحديثات شاملة مقارنة بالجيل السابق اللي بتجعلها اكثر دايناميكية ورحابة وجاذبية مع ترقيات لمجموعة توليد القوى الهجينة بالقابس خلونا ندخل في التفاصيل بدأت تحديثات تويوتا مع التصميم الخارجي حيث حصلت على مظهر جديد كليا بقاعدة عجلات اطول ومركز ثقل اقرب للارض وجنوط مقاس 19 بوصة قياسية في حين انه تصميمها مستوحى بشكل كبير من طرازات كراون لا سيما في الواجهة الامامية مع مصابيح LED امامية وشريط اضاءة LED كامل العرض في الخلف بنيت بيريوس الجديدة على منصة تي ان جي اي من الجيل الثاني من تويوتا وهذه المنصة بتتميز انها مدعومة بدعامات ماكفرسون في المقدمة والتعليق عظم الترق والمزدوج في الخلف وهي اكثر صلابة من منصة الجيل السابق وتقول تويوتا ان المنصة ايضا بتحسن من الاستجابة عند الانعطاف واستقرار افضل للقيادة في خط مستقيم بيريوس الجديدة حصلت على مجموعتين لتوليد القوى في اليابان المجموعة الاولى تجمع بين محرك دايناميكي فورس رباع الاسطوانات سعة 2 لتر ومحرك كهربائي وبطاريات ليثيوم ايون من توليد قوى اجمالية تبلغ 220 حصان وتوفر السيارة نطاق قيادة كهربائي نقي اكبر بنسبة 50% من الجيل السابق ولكن لم تكشف تويوتا بعد عن الرقم المحدد اما مجموعة نقل الحركة الثانية فتتكون من نظام هجيم متوازي متوفر بمحركات 1.8 لتر واثنين لتر وبقوة توصل الى 193 حصان تتميز بنظام اي فور للدفع الكل الخاص بالشركة لتوفير اداء افضل على اسطح الطرق من خفضة الاحتكاك وثبات اكبر في الانعطاف تاتي بيريوس الجديدة مجهزة بمجموعة من مزايا الامان تتضمن احدث اصدار من تويوتا سيفتي سينس المجتمل على كاميرا احادية العين في المقدمة وكاميرا خلفية للمرآة الرقمية الداخلية ومسجل قيادة داخل السيارة مع نظام تويوتا تيم ميت بشكل قياسي واللي متضمن مساعد ركن متقدم مع وظيفة التحكم عن بعد مما يسمح للتحكم بالمركبة عند الدخول والخروج من مكان ركنها كما جهزت تويوتا ايضا بيريوس 2023 بمنافف طاقة اضافية VAC100 و 1500 واط ويمكن استخلاص الطاقة في وضعين الاول هو وضع مصدر الطاقة الخارجي BEV ويستخدم الطاقة من البطارية فقط بينما يعيد وضع مصدر الطاقة الخارجي HEV شحن البطارية من المحرك اذا كانت الطاقة المتبقية منخفضة للغاية كما جهزت بيريوس الجديدة ايضا بنظام الشحن الشمسي المولد لطاقة كافية تصل الى 1250 كيلو متر من النطاق سنويا وتستخدم الطاقة الكهربائية المتولدة اثناء ركن السيارة لشحن البطارية ويوفر النظام ايضا الكهرباء لتكييف الهواء والوظائف الاخرى يعتبر التصميم الداخلي مختلف بشكل جذري عن طرازات بيريوس السابقة حيث نرى شاشة نظام ترفيه مقاس 12.3 بوصة وشاتت عدادات رقمية وتحتوي الشاشة على نظام تحذير ينبه السائق الاشياء المكتشفة عن طريق وميد خاص ختاما ستكشف تويوتا عن معلومات اخرى عن بيريوس 2023 في وقت لاحق وسنوافيكم بها اولا باول لذا شاركونا اراكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات اشتركوا في القناة